اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المطارات والمواني وعدم الاعتماد على تحليل بي سي ار لوحده لكن ادفع عدد الاصابات يوم بعد يوم بيصعب الموضوع اكتر وزارة الصحة اعلنت ان اللقاح الفيروس الحالي امن وفعال وبيحفز جهاز المناعة على تكوين اجسام مضادة لحماية الجسم من الاصابة بالفيروس واللقاحات الموجودة في مصر هو اللقاح الصيني اللي هو سينوفارم او اللقاح التاني استرازينيكا وزارة الصحة اكدت ان الاتنين امنين وفعالين وعشان تحجزوا اللقاح بتخشوا على الموقع ده اتبع الوزارة الصحة وبتقدروا تحجزوا من عليه اللقاح وبالنسبة لطلاب تلتاعدادي لسه المطالبات مستمرة بتخفيف المناهج ولكن مفيش حاجة رسمية عن حسف او يخلي الجزء الاخير للاطلاع واوضحت القناة التعليمية قناة مدرستنا ايه هو درس التلوث الاشعاعي وقالت هتلاقوا موجود على اليوتيوب تقدروا ان انتم تتابعوه وتراجعوا كل الدروس اللي فيتاكم خفيف على الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بيها